الناس بعد طواف الوداع يستقبل الكعبة ويمشي على الوراء اعتقادا منه أن في ذلك فضيلة وأن لا يرغب أن يلقي ظهره إلى الكعبة ما صحة ذلك؟ يجتهد بعض المسلمين اجتهادا في كثير من العبادات وخصوصا التي تؤدى في مكة أو في المدينة النبوية وهذا يعدونه من الاحترام والتقدير والتنزيه وغير ذلك مما يعد إما بدعة أو مخالفة وما يفعله بعض الناس عندما ينتهي من حجه ويطوف طواف الوداع ثم يعود قافلا إلى أهله بأن يستقبل الكعبة بوجه ويعود على الوراء ماشيا حتى يخرج من الحرم هذا لا أصل له بل قد يكون من البدع المحدثة والأمور التي تشق على المسلم وتحرج غيره وخصوصا مع هذه الأعداد الكبيرة والمتزايدة من الحجاج والمعتمري أتبا